والآن نفتتح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بكلمة السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فليتفضل سيادته بسم الله الرحمن الرحيم فخامة السيدة أرسولا فوندرلاين رئيسة المفاوضات الأوروبية السادة المفاوضون والوزراء الأوروبيون السيدات والسادة ممثلي المؤسسات التمولية والدولية والأوروبية السيدات والسادة رؤوساء مجالس إدارات الشركات الأوروبية والمصرية الحضور الكريم يطيب لي أن أرحب بكم اليوم ديوفا أعزاء على مصر مثمنا مشاركتكم في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الفين اربعة وعشرين الذي نأمل أن يكون قطوة جديدة ومثمرة في علاقات التعاون التي تربط بيننا السيدات والسادة تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي ونحن نجتمع معا للمرة الثانية في فترة وجيزة لنشهد انقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الفين اربعة وعشرين الذي يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضا التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعاودات إلى مرحلة التنفيذ السيدات والسادة لقد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغزائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشوعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية السغر وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر من نحو 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسلم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكن مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر وأعزز في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاتثمار الأبرز للاقتصاد المصري وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بشكل للسيدة الرئيسة المفوضية على ما تقبي من جهد لتفعيل مصار ترفيع العلاقات مع مصر انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاستحاد الأوروبي في المنطقة وبما يعكس قوة علاقاتنا الثنائية لا سيما في الأوقات الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي السيدات والسادة يأتي انعقاد مؤتمر للسلمار في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بزلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات خاصة بعدما أثبتت مصر أنها الشريك يمكن لاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي إن مصر تخطو بخطة ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات المزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إن مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة في مصر لا سيما في المجالات المحافزة لنمو الاقتصادي والتشغيل مثل اقتع الاتصالات والتكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات والصناعات التحولية وينتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري فضلا عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لبصر إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن إنعقاد هذا المؤتمر اليوم يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة السادة الحضور ديوفة مصر الكرام أرحب بكم مجدداً وأتطلع الأنفاشهد مؤتمراً ناجحاً ومسمراً يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته